تأثرت مختلفة القطاعات الاقتصادية في تونس سلبا بإغلاق البلاد نتيجة تفشي فيروس كورونا قبل أشهر ومع صدور بيانات غير رسمية توقعت أن يفقد نحو 160 ألف تونسي وظائفهم نتيجة تراجع حجم الأعمال ووصلت ترددات الأزمة إلى فئات العمال غير النظامية ومن بينها العاملون في مجال جمع المواد البلاستيكية والأعمال الخفيفة المشابهة تغيرت الأحوال كثيرا بالنسبة لهذا الرجل الخمسيني فالرزق الذي كان يأتيه من جمع العبوات البلاستيكية لم يعد كما كان في السابق بسبب تفشي فيروس كورونا من صندوق القمامة هذه اعتاد الرضع على توفير 30 كيلو جراما من المواد البلاستيكية يوميا من بيع هذه العبوات يعيل رضا أسرته بنحو 9 دولارات يوميا غير أن ندرة المواد البلاستيكية في الشوارع غير الصورة وبثلاثة دولارات يوميا فقط على هذه العائلة أن تعيش في شهر الصوم تغيرت حياة أسرة الرضا في زمن كورونا داخل هذه الغرفة الضيقة ظروفها تبدلت الفيروس جعلها أكثر بؤسا وتنضم إلينا مشاهدين من تونس الباحثة في شأن الاقتصادي جنات بن عبدالله سيدة جنات أهلا بك إحصاءات غير رسمية توقعت ارتفاع نسبة البطالة في تونس إلى حدود 19% وذلك نتيجة أزمة كورونا برأيك ما مدى قدرة الحكومة على استيعاب هذه الموجة الكبيرة من البطالة ومن العاطلين عن العمل نعم قبل كورونا نسبة البطالة كانت في حدود 15% وتصل هذه النسبة في صفوف حامل شهائد العليا إلى مستوى 30% هناك دراسة حديثة تمت حول التشخيص أثار أزمة كورونا على المؤسسات الاقتصادية أوضحت أن 61% من هذه المؤسسات ستضطر إلى تسريح موظفها وعمالها في حين أن البعض الآخر سيضطر إلى التخفيض إلى النصف في عدد الموظفين هذه الدراسة كشفت أن 81% من المؤسسات الاقتصادية قد تضررت في القطاع الصناعي 85% من المؤسسات تضررت في قطاع البناء 75% وفي قطاع الخدمات حوالي 70% من المؤسسات تضررت بالنسبة عن مدى قدرة الحكومة على استيعاب أو معالجة هذه الأزمة نعلم جميعا أن كل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة فشلت في مزيد خلق بواطن الشغل بسبب الركود الاقتصادي ونسبة النمو للناتج المحلي الإجمالي الضعيفة والضعيفة جدا حيث بلغت السنة الماضية مستوى 1% بما يعني أن الركود كما تعلمون هو يعادل تدمير مواطن الشغل سيدة جنات مئات الآلاف من العمالة في تونس منهم المزارعين الحرفيين الفقراء منهم من يجنون قوت يومهم أو لا تعرضوا إلى انتكاسة كبيرة في ظل جائحة كورونا هل هناك من أي ضمانات وأنت كنت تتحدث عن لا ضمانات ولا خطط يمكن حتى موجودة لحتى ينالوا من حصتهم من الدعم الحكومي ماذا أيضا عن الإحسائيات الحقيقية الرسمية في مثل هذه الحالات إن كانت رسمية موجودة نعم بالنسبة للمساعدات واحتواع على الأقل جزء من تدعيات كورونا مع المواطن التونسي العادي نعرف أن الخطة الاجتماعية تم ضبطها هي خطة ضعيفة وضعيفة جدا وعاجزة على الأقل التخفيف من وطأة أزمة كورونا على الحرفيين وعلى القطاع الفلاحي وعلى القطاع غير المنظم أيضا باعتبار أن هؤلاء يعملون على حسابهم الخاص وفي ظل تعطل الإنتاج وتعطل وسائل النقل فإن الأضرار التي تتحقهم هي أعلى من الذين لهم عمل قار ومن خلال البرامج التي وضعتها هذه الحكومة على الأقل هي برامج ضعيفة وضعيفة جدا بل أن الموظف التونسي اليوم يتم اقتطاع أجر عمل يومي لمساعدة الحكومة وهناك من أبدأ امتعاض من هذا الاقتطاع سيدة جنات وقال بأنه ليس أجر يوم كامل وإنما أكثر من أجر يوم كامل على كلنا البحثة في شأن الاقتصاد والجنات بن عبدالله نعم والأذهب نعم شكرا جزيلا لك كنت معنا من تونس وعذرا على ضيق الوقت نهاية هذه الفقرة شكرا للمتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر